موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلية حيث كشفت تقارير الاقتصادية أن منعة المواطنين اليمنية ضد الأزمات الاقتصادية تضعف أكثر كل يوم وأكدت أن العام الجاري 2022 هو الأكثر صعوبة على معيشة اليمنين بسبب تداعية الحرب وما تلاه من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واجتعلت الأسعار إلى مستوات غير مسبوقة حيث قدل صندوق النقد الدولي وعدل التضخم في أسعار المستهلك بحوالي 60% عام 2022 يأتياد بالتزامن مع أزمة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين وأزمات البترول والديزل والغاز والكهرباء التي تفتعلها مليشي الحوثي فضلا عن تزايد الإتاوات والرسوم الجمهورية المزدوجة في المنافذ والنقاط على الطرقات والتي أدت إلى تفاقم أكثر للأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين أعلن مدير مديرية المخى بمحافظة تعز انفراجة في أزمة الغاز بعد نجاح الإفراج عن مقدورتي غاز كان يحتجز المسلحون في محافظة لحجة وأضاف أنه سيتم ابتداء من السبت التعبية للوكلة وستستأنف شركة صافر ترحيل بقية المقدورات التي كانت متوقفة بسبب هذه المشكلة نجحت مصر في الحصول على تمويل بحوالي عشرة مليارات دولار خلال استضافتها قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية إن بلادها تأمل أن تقدم نموذجا للدول النامية الأخرى للحصول على التمويل المتعلق بالمناخ مضيفة أن مصر ستظل تترأس محادثات الأمم المتحدة للمناخ حتى انعقاد الدولة الثامنة والعشرين للمؤتمر في الإمارات العام المقبل حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية من أن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة خطة الاستثمار الأمريكية الهائلة لمكافحة التضخم التي يحتمل أن تضرب المنافسة التجارية وقالت إن الولايات المتحدة تعيد موضعة سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو ثلاثمائة وثمانين مليار دولار وأخيرا واصل معدل التضخم في اليابان تسارع على مستوياته منذ أربعين عاما ما يدعم رؤية البنك المركزي للتحفيز المستمر بهدف تأمين نمو مستقر للأسعار وعلنت وزارة الشؤون الداخلية أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة قفزت إلى ثلاثة وستة من عشرة في المئة في أكتوبر وهو أسرع نمو للأسعار منذ عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين موسيقى موسيقى موسيقى